السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم طريقتي في اللوبيا كتجي روعة روعة ندوزل المقادر كيف كتشوفو هنا عندي اللوبيا مرتبها من البارح يعني يخليسها الكامل ترتاب وهنا عندي الحم المقادر كيبقوا حسب الافراد اللي عندك في الدار عندي الرباع ماطيشال بصلة بالنسبة للعطرية سكين جبير والإبزار والحميرة والخرقوم هات الشديدة في هنا دنار ومن طبيعة الحال الزيت والملحة اول شيء قد نديره هو اني غنطحن نحق هذه البصلة يعني نحقها ولا نشلدها سقيا وراحتها لشلدناها بالموسة اما هذه كتجي سهلة قعب مرة هنا بعد ما شحق بعد ما درت البصلة غادي نضيف عليها الزيت كيف شفتو وهنا غادي نضيف طريفات دي واللحم اللي عندي بالنسبة للحم يعني كتبقى حسب الرغبة وحسب الموجود دي ما واحد كيقضيب اللي كان مثلا ان الحم قدروا نديره طريفات صغر من هكا موهم الزربة وما تدير يعني كنت مزروبة أخويتو هكا ملفك نقطعوه هنا غادي نضيف الملحة ملحة تبقى حسب الدوق وانا كان حطيتو يتشحر غادي نستغل الوقت وندوز نحك ماطيشة كيف شفتو انا حكيتها غادي ندوز عوتاني غادي نقطعوه الربع بين ما تشحر لي هادو كل مهم يكونوا اخرين توا موجودين هناك كيكتشوفوا راعة شحرات الليك البصلاء هي واللحم ده بغادي ندوز مباشرة باش نضيف العطرية بالنسبة للعطرية كتبقى اختيارية ورقة سيدنا موسى وعنى ملحة تحديثing كل نهار كننوع وكل مرة وكمل نديره مثلا هنا كيف شفتو درت واحد المعقا مع مرش بالزاف ديال خرقوم مع مرش بالزاف ديال سكنجبير يعني العطرية عودتاني مغلبوهج بالزاف اوكلات اخرى حمارة احتية مع مراش الغرض هو اللوبيا نطلق البنة و نقوم بإضافة و نضيفها قمت بتبقية البنة نضيف البنة لحسب الدراري و الفلفل نقدر الوبيا لحسب ما لديك لنأعرف المكوز نضيف الب findsةCho لنضيف ارم token نضيف المكوز و نضيف الموضوع كنت استعملتهم كنت قطع كل شي خلية تبصيل اللي درت فيها اللوبيا حيث خويتها من الباني وصلت حتى هنا كيف شفتو انها تشحرات هذه المطيشة انا وخاكك لا خليتش شحرات بزيب لانها الزربة وقت الغداء هذا المهم ضفتها اللوبيا وبالنسبة للمقياس ديما بحال هكا اللوبيا انا كندير الضوبي ديال الماء مثلا اندرت هذاك عامر باللوبيا غدين دير جوج عامر بالماء كيف شفتو درت اللولاني ده غدين دير ثاني انا درته معامرش انا بالنسبة لي بحال انواع ديال الحوج اللي كي تدير طياب دائما لوحدين نقص البوطة يعني ما كتسهل كيش الماء والحاجة كتبع لخاطرها صراحة كتجي روعة انا ديال طريقتي في الطياب ديما كان نقص البوطة كيف شفتو انت انا رويت وغادي نقص البوطة وغادي نديرها نقصة بزيف وغادي نخليها حتى تصفر ومن بعد كنحل عليها كنحل عليها كنحل عليها كيف شفتو هنا باقي فيها الرواق يعني هنا بقعت لها 10 دقائق باش تطيب هنا دقتها لقيت خاصها الملحة زيت شوية الملحة وكيف شفتو معيرها الرواق باقي فيها يعني السر الطياب هو انك تنقص البوطة بحال مثلا اللوبيه ضروري بنادي نقص البوطة باش كما تستهلك شدك المبزاف كيبقى فيها الرواق المهم كل شي راه واضحة 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 وشارحة شفتو هنا بقي خاصة وحد شوية نسدها الطيب ونسدها ونخليها الطيب هذا الطريق قد يتلو بيارة كتجير وعروا ونقنعوش منها المهم نسد الكوكوت نصور بيد ويد كنخدم بها كيف ديما المهم هنا ها هي طابت وخاءنني سديت لها باقي فيها الرواق ده باش نو ديلا نسد الكوكوت كيف شور المباقي فيها نتفعل البوطة ونخليها يعني كتشرب راسها يعني مع ممر القطاني ما نخليهم حتى يولونها شوين وهنا هنا كيف كتشوفوا صراحة كتجي روعة مهم طريقتي هادي كتجي روعة كنتمنى انكم تجربوها لانها بصراحة كتجي بنينة قوليا كترسي لنا بنينة مهم مهمانا كتعجبني يعني نتمنى حتى تتو ما تعجبكم اه لأعجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك ما تنسوناش بالتحفيز لايكات كي يحفزونا كنزيدو القدام وحتري كومنتير علاش الله ولي ما مشاركش معي في القناة كنقول لك مرحبا وعرف مرحبا دارك هادي شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة